لا ينفعش النهاردة حد يقعد يخرب فيه إجراءات هتتاخد ضد عناصر جماعة الإخوان الارهابية اللي موجودين بالأرقام وبالأسماء وموجودة عندهم موجودة ما حدش هتسافي مكانه والنهاردة مجلس النواب وافق على من حيث المبدأ على قانون مشروع قانون بفصل كل الإخوان موضوع متأخر قوي من 13 بنتكلم عليه بس ساعة كويس انه بيتعمل النهاردة تعامل وروح مجلس الدولة يرجع يوافق على مجلس النواب يكون خلاص قانون فصل كل الإخوان اللي موجودين في مؤسسات الدولة هوت النهاردة عايز من الإخوان ييبقى في مؤسسات الدولة قبل بطلع فصل عشان لازم بطلع فصل حالا لازم بطلع فصل عايز منه إيه الإخوان اللي في مؤسسات الدولة طيب ساعة الوزير قال معنا ايه مبارح ساعة الوزير كامل قال مشان أنا كنت عايزة تديهم فرصة بس أنا قال كده وأنا احترمت هذا الأمر إن أنا أخطأت وغلطت أكون تفاكرهم مواطنين مصريين وهيبقوا كويسين ويكاسب لا ده مش مواطن مصري ده مكانه ماينفعش أبدا أسيبه في أي مكان هو بينتهز الفرصة عشان يرتكب جريمة عشان يخرب عشان هو عايز يفتكر إن الأمور هترجع الأمورش هترجع مش راجع هترجع فين ترجع فين عايش وهم أنت عايش وغيرك أوهام مين اللي هترجعها ولكن زي نقول لحضراتكم في كل مكان وكل مؤسسة كنت في بعض إحدى المؤسسات بعد ثورة 36 كنت بروح كده زيارات هلاقي كتبين على الحيطان على السلالم كذا قول لهم إزاي يعني إزاي ده إحدى المؤسسات أسنصير محقولة يعني عندك العناصر دي كلها وما فيش حد كان يتحرك فيش حد كان بياخد إجراء وإنت عارف إنه ده إخوان هم مين اللي هيكتب كان الكتابات اللي بتعمل ديت ما هم مين تاني حد تاني هم اللي كانوا بيعملوا كده حان الوقت بعد ثمان سنوات أن تتحرك كل مؤسسات الدولة بموجب القانون اللي هزره مجلس النواب ما ينفع أبدا لأنه أي حد هسيب هيبقى عنده مشكلة هيتعملها كأو قانون يبقى بالقانون والقانون والله عايز مش أروح محكامة حضرتك عندنا حكم محكامة نقد خلاص أنا بقولك قبل ما تعرف إن حكامة النقد النهاردة قرست مبدأ قانوني امتهى الموضوع قضيها الأمر زي ما قلت لك روح افصله ويروح يرفع قضية بس عندك كمان محكامة النقد قالت اليوم كلام الواضح فيه إخواني حد يدي له أمان لا في أي حتة لا مؤسسة خاصة ولا مؤسسة حكومية اللي هيترك الإخوان في هذه الأماكن يتحمل مسؤولية نفسه مش أقوى من الدولة وعرضتلكوا جزء من الحاجات أنتوا كلكوا عايشين وعملوا في بلدنا وعملوا في إرهاب وتفجيرات وعقديلات وكل ده هو كامن دلوقتي ينتهز الفرصة كامن ما هو كامن تسعين سنة هو ما كامنوش كامن وتسعين سنة قعدوا كامنين تسعين سنة اجهزوا مؤسسات وجهزوا سلاح وجهزوا كل حاجة عشان لم يطلقوا طلعا يعملوا الأعمال فينا خلال السنين اللي فاتت بس ربنا كرمنا وبيكرمنا تعالوا نشوف ردود فعل على حوارنا